مجزة ثالثة مشاهدين أهلا بكم أدانت وزارة الخارجية الهجوم الحوثي الذي استهدف محطة أرامك النفطية في المملكة العربية السعودية وأكدت في بيان أن الموقف العراقية بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة ودعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة نشر مجلس النواب جدول أعمال جلسة الخميس المقبلة 26 من تشرين الثاني وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية للمجلس فإن الجلسة تتضمن تصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهاجرين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي أكد أن التحالفه لا يرغب باستضافة رئيس الحكومة والوزراء بطابع سياسي مبينا أن سائرون مع استضافات مهنية مبينة على عملية التصحيح وقال أن الأدوات الرقبية لم تشرع إلا من أجل البناء وإن كان حق الاستضافات مكفولا لكل نائب فلابد من استخدامه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومصلحة البلد مبينا إننا مع المسارات الرقبية في استضافة الاستجواب المسؤولين وفق الطرق القانونية التي كفلها الدستور والنظام الداخلي لأعضاء المجلس وأضف أن الكتلة البرلمانية لتحالف سائرون ترفض رفضا قاطعا أي استهداف سياسي لرئيس الحكومة والوزراء والدولة وأوضح أن الهدف من استضافة أي وزير أو مسؤول في الدولة تصحح المسار خدمة للصالح العام وليس لأغراض سياسية استضافت لجنة الخدمات والأعمار النيابية مدير موانئ العراق ومدير مشروع ميناء الفاوي الكبير في وزارة النقل وتناولت الاستضافة بحث أسباب المماطلة في إطلاق أعمار ميناء الفاوي الكبير رغم رصد التخصيصات المالية لتنفيذه ضمن ميزانية سد العجز المالي في الموازنة العامة لعامي طالبت اللجنة ببيان تبرير التأخير في إجراءات التعاقد وعرقلتها وإمهال وزارة النقل مدة حتى بداية الشهر المقبل وإلا ستتخذ اللجنة والبرلمان موقفا وإجراءة قانونية ورقبية صارمة قالت وسائل إعلام أمريكية أن الحكومة العراقية وجهت إلى شركات النفط رسالة لحصول على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط مقابل عقود توريد تستمر خمس سنوات بمعدل أربع ملايين برميل شهريا بما يعادل 130 ألف برميلا يوميا وسيدفع المشتري قيمة التوريدات عاما كاملا مقدما وهو ما يعادل وفقا للأسعار الحالية أكثر قليلا من ملياري دولار وطلبت بملياري دولار مقدما من قيمة صادراته النفطية كجزء من عقود طويلة الأجل لبيع النفط وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية واستراره لخفض إنتاجه في إطار اتفاق دول تجمع أوبيك بلاس لدعم هذه الأسعار استقبل وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبدالصاحب الخبير الأثري نيكولا ماركيتي مدير البحثة الأثرية الإيطالية في العراق وناقش الجانبان تطوير مسارات التعاون خلال توسيع العمليات الأثرية وإشراك الجامعات العراقية عبر أقسامها المختصة وأكد عبدالصاحب استعداد الجامعات للتعاون مع وزارة الثقافة في مجال تأهيل المواقع الآثرية في العراق والاسيمة في الموصل وبابل وذيقار داعيا في الوقت نفسه إلى دراسة مشروع إنشاء مختبر للآثار في الجامعات لأغراض التتريب والتأهيل وتطوير المهارة من جهته استعرض الخبير الأثري نيكولو ماركيتي أليت التعاون مع جامعات الموصل وبغداد والقادسية والكوفة ضمن مشروع بانو الذي يحظى باهتمام المؤسسات الأوروبية الآثرية ويسعى إلى تطوير المرافق التاريخية في العالم أعلنت شعبة عمليات الدفاع مدني في نينوى عن اندلاع حريق في مخازن كاربا في منطقة الكرامة وعلى الفور تم توجيه فرقة إضفاء مركز دفاع الكرامة إلى موقع الحادث ولدى الوصول تبين أن اندلاع النيران بسبب احتراق فرن تشفيف المحولات الكهربائية كما تمت المباشرة بعمليات الإخماد وتمت السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى بقية أجزاء المخازن أعلنت البعثة الأممية في ليبيان الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي ستكتمل غادا الأربعاء وأنها تحقق في دفع رشاو للتأثير على مسار تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وفي حين اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة مجددا وبحثت تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك إخراج المرتزق وقالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز إنها منحة المشاركين في الجولة الحالية وقتا لدراسة الخيارات المتاحة بشأن آليات اختيار السلطة التنفيذية كما تم التوافق في الجولة السابقة حول صلاحية المجلس الرئاسي والحكومة ولكن لم يتم توصل الاتفاق على شخصيات مرشحة لعضوية المجلس الرئاسي المقبل كما لا تزال بعض القضايا محل خلاف أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية حسن عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتريتش جميع الأطراف المعنية في أفغانستان على مضعفة الجهود من أجل وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في البلد وإنقاذ الأرواح وأكد ضرورة إيجاد بيئة مواتية لمفوضات السلام الأفغانية في الدوحة وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وقال يواجه شعب أفغانستان تحديات خطيرة بما في ذلك الصراع والفقر والتطبيق غير المتكافأ لإسيادة القانون معربا عن القلق البالغ إذا استمرار ارتفاع مستويات العنف لأسيما الهجمات البشعة على المدنيين وأفاد بأن أحلال السلام في أفغانستان من شأنه أن يسهم في تنمية المنطقة بأكملها وهذه خطوة حيوية نحو العودة الآمنة والمنظمة والكريمة لملايين الأفغان المشردين قالت مصادر المطالع أن مجلس الأمن الدولي سيعقد أول اجتماع معلق له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الأثيوبية وسيكون الاجتماع أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنها أديسة بابا ضد الإقليم منذ مطلع الشهر الجاري والتي أسفرت عن فرار أكثر من أربعين ألف شخص إلى السودان المجاور ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم أن شعبه مستعد للموت وذلك قدت المهلة التي حددها رئيس الوزراء الياثيوبية أبي أحمد منح بمجبها قادت لمنطقة الواقعة في شمال البلاد إثمان وسبعين ساعة للاستسلام نهاية الموجز المشاهدين شكرا على المتابعة إلى اللقاء شكرا على المتابعة إلى اللقاء